وللتعليق على مورد في تقرير مرسلون بلا حدود ينضم إلينا من تركيا الكاتب والصحفي أحمد كامل أهلا بك أستاذ أحمد مرحبا أستاذ أحمد هل يفهم من تقرير المنظمة أن تركيا هي البلد الأخطر على الصحفيين السوريين بين دول الجوار؟ والله البلد الأخطر على الصحفيين السوريين هو لبنان في لبنان الصحفي السوري لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكلم أنا لم أستطيع أن أذهب إلى لبنان مع أنني كنت مدعو من قبل مؤسسة في الدولة اللبنانية مؤسسة رسمية سيادية في الدولة اللبنانية بالآخر يومين قالوا لي نحن كتير أسفين نحن لا نستطيع أن نضمن أمنكم وأمانكم بينما في تركيا 90% من إعلام الثورة يعمل في تركيا في دول عربية موجود فيها صحفيين سوريين ولكن ما عندهم الحد الكافي من الحرية ودائما حطين إيدهم على قلبهم ومستعدين لأنه يطلب منهم إغلاق المؤسسة حالا في تركيا عندنا حد أقصى من الحرية نقول ما نشاء إذا حضرتك بتشوفي صفحات الفيسبوك مؤخرا بتشوفي الإعلاميين السوريين تقريبا كلهم يعني هل يحدى الصحفيون السوريون بهامش حرية أكبر في تركيا والأردن أم فقط هو موضوع أمني هامش الحرية في تركيا مؤمن بنسبة 100% كل الصحفيين السوريين الآن ينتقدون تركيا بشراسة بكوة شيء لا يستطيعون أن يفعلوه لا في الأردن ولا في لبنان ولا في العراق ولا في أي دولة ثانية عربية ممكن يعملوه في أوروبا ولكن أوروبا بعيدة وما أدرت المؤسسات الإعلامية السورية الناشئة أن تعمل في أوروبا إلا مؤسسة أو تنتين في فرنسا يمكن فإذا المشكلة في تركيا هي مشكلة أمنية في مشكلة أمنية للصحفيين السوريين في تركيا والمشكلة عم تكبر ما عم تصغر ولكن هذا ما إلو علاقة بحرية عبيرة يعني ما أهمية تأثير الوضع الأمني على عمل الصحفيين مقارنة بصعوبات العمل المتعلقة بقوانين البلد المضيف كثير مهم طبعا المشكلة الأمنية بتخلي للواحد أحيانا يترك العمل كله إذا كان بده يؤدي إلى قتله يعني أحيانا بتكون أصعب من العقبات والمشاكل القانونية ولكن الأمر لا يقارن بما يجري في سوريا يعني هل الإغتيالات اللي صارت في تركيا خمس أو ست صحفيين على ما أعتقد في سوريا بالمئات والألوف بالمئات والألوف النسبة ما تزال كبيرة جدا في سوريا وتانيا المشكلات الأمنية اللي عم بيواجهها السوري في تركيا عم بيواجهها تركي ما في مشكلة خاصة في السوريين في تركيا يعني السوريين في تركيا عم بيصير عليهم اللي عم بيصير على البلد يمكن أكثر شوي صغيرة شوي صغيرة طيب هل اتخذت إجراءات معينة لحماية الصحفيين السوريين في دول الجوار؟ يعني إجراءات خاصة فيهم لا الأتراك بيقول لك أنتو بيصير عليكم اللي بدي يصير علينا هل ممكن أن تركيا تحط شرطي لكل صحفي؟ صعب هل ممكن أن تحمي السوري أكتر مما تحمي التركي؟ كمان هذا صعب فعم بيقول لك نحن نمر في ظرف تركيا مستهدفة من مجموعات إرهابية داعش والبي واي دي تحديدا حتى ما نضيع المسؤولية هدول هن اللي عم يقتلوا الصحفيين السوريين إما داعش وإما البي واي دي وهدول هن النفسهم عم يقتلوا مواطنين أتراك السوري في تركيا هو مثله مثل التركي أما في لبنان أبدا ما في حماية للصحفي السوري بالعكس في انتهاك لحقوقه في الأردن كمان الصحفي السوري بيصير عليه اللي بيصير على الأردنيين وفي دول الخليج العربي الصحفي السوري بيحق له يشتغل ولكن ضمن الأطر القائمة في تلك البلاد وبالنهاية بتطلع عنا تركيا المكان الأكثر حرية في شوية مشاكل أمنية أكيد في مشاكل أمنية وعم تزيد هذه المشاكل ما عم تنقص ولكن يمكن التعايش معها أنا ما رح أهرب من تركيا مثلا وما رح أرجع أعيش تحت ظل النظام ولا رح أروح لأوروبا حتى أمارس عملي صحفي احتمال أني أتعرض للالتيال واحد بالمية في سوريا تسعين بالمية في أوروبا ما قدرنا نشتغل في أوروبا نعم الصحفي أحمد كامل أشكرك جزيلة شكرا